بعد ساعات من أعلان الرئيس التركي رجب طي باردوغان من مدينة كوتاهيا بدأ معركة عفرين أخذت التعزيزات العسكرية التركية بالوصول إلى الحدود مع سوريا عن طريق معبر باب السلام الحدودي الساعات الأخيرة شهدت وصول رتل مؤلف من أربعين آلية عسكرية تركية متوجهة نحو الجبهات الغربية من مدينة عزاز كما شهدت منطقة كيلس الحدودية وصول تعزيزات جديدة دفع بها الجيش التركي تنفيذ عملية غصن الزيتون في مدينة عفرين سيتم عبر ثلاث جهات مبدئيا هي جنديرس منطقة بلبلاء التابعة لعفرين إضافة إلى تحرك من مرعناز ومعرين قرب مدينة عزاز دون تحديد الفترة الزمنية لانتهاء العملية العسكرية الجيش التركي بدأ أول مراحل عملية غصن الزيتون بالقصف الجوي لمراكز تابعة للقوات الكردية في مناطق عين دقنة وقرى المالكية ومطار منغ وأطراف تل رفع تأثير في حلب الشمالي بالتزامن مع الدخول البري لقوات من الجيش السوري الحر التابع لدرع الفرات مدينة عفرين تمهيدا لبدء عملية عسكرية واسعة النطاق تهدف لفتح ممر بين رف حلب الشمالي وأدلب تشير معلومات تناقلتها وسائل أعلام تركية أن ما يقارب العشرين ألف مقاتل سوري سيشاركون في العملية على الجانب الآخر دخل النظام خط المواجهات بطريقة غير مباشرة حيث فتحت قواته طريقا أمام مقاتلي الميليشيات الكردية لتوجه من حلب إلى عفرين فضلا عن إرسال سيارات محملة بعناصر والذخائر خرجت من حي الشيخ مقصود عبر بلدتين نبول والزهراء الخاضعتين لسيطرة النظام في ريف حلب الشمالي الغربي سياسيا وفي أول رد دوليا على العمالية العسكرية التركية في عفرين أعلنت القوات الروسية عن سحب عناصرها من المدينة باتجاه مناطق سيطرة النظام في حلب في حين أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروسي أن بلاده لن تتدخل في حال نشب نزاع بين القوات الكردية والتركية محملة الولايات المتحدة مسؤولية ما يحدث في عفرين